أخ يسأل يقول هل يجوز للأخت أن ترضع أخاها الصغير وكذلك الجدة يجوز أن ترضع ابن ابنها أو ابن بنتها من حيث الجواز يجوز لكن هذه المرضعة ستكون أما للرضيع بالرضاعة مما يسبب تحريما في المستقبل شلوان؟ هذا الطفل الكبر يعني ربما أخت عمرها عشرين سنة من الزوجة خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة رضعتها هذا كبر لما يكبر طبعا بنات أختها رح يصير انخواتها بمعنى ولدها ما يصير يزوجوها بالنسب يصير بالنسب من حيث النسب بناتها وولد أختها يصير وولد عمتهم صح؟ لكن لما رضعتها صار عمامهم لأن هالأخت صارت بالنسبة له أم في الرضاعة فبناتها شي صار لله؟ هن بنات أختها من حيث النسب وخواتها بالرضاعة فلما صار عنده وولد ما يصير الزوج بناتها الأختها مع العلم هن بنات عمتهم حلال بالنسب لكن بالرضاعة عماتهم الولد عماتهم والبنات عمامهم لأن أخوة أبوهن بالرضاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الجدة إذا رضعت ابن ابنها كل ولد عمامة وولد عماتة حرم عليها كل بنات عماتة وبنات عمامة حرم عليها ليش؟ أخوتها وخواتها جدة بالنسب جدة لكن بالرضاعة أم فعمامة شصيرون؟ شصيروا له؟ أخوتها عماتها خواتها طيب ولد عمامة وولد عماتها ولد أخوتها وولد خواتها بنات عمامة وبنات عماتها بنات أخوتها وبنات خواتها يصير واحد الزوج بنت أخوة أو بنت أختها لا يصير هذه الجدة إذا رضعت ابن الابن وإذا رضعت ابن البنت كل بنات عمامة وبنات خواتها ما حرم عليها لنفس الطريقة التي ذكرناها بنات خوالة وبنات خوالة لأن أم الأم أم أمة طيب خوالة وخوالة تشتاروا لا صاروا لإخوة رضاة أمهم فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم هو حلال حلال يعني يصير ترضاع لكن خلص لازم يرعون مسألة الحرم يرعون مسألة المحرمية